السلام عليكم شلو نهاركم مبروك ونهاركم مزيان واسعد اليوم من ننسي كل كيمة العادة والله لايق تعينا عادة فيديو اليوم بيش يكون فيه وصفة مزيان ان شاء الله وخريجة وتحضيراتك كرمدان في التنظيف والترتيب كيمة العادة والعويد كيمة ننسيت توينس الكل اول حاجة بديت بسم الله بصلينا على سيدنا بيش نبدي وفي الوصفة امتعنا وصفة كيكة البريوش بيش نعملو كيمة البريوش هما هو في شكل كيكة معناها اخذيت ميتين ميلي لتر من الحليب الدافي عليهم ي غور طبيعي او كليما عندها شي غور طبيعي تنجم تعاوضها ببيضة كاملة منا ولا منا اتجي دي منحب نسهللكم مبارا بالنسبة للحليوة الحليوة اللي تحبها انت في البريوش متاعك اليوم بيش نعمل لكيكة كزوز مغارف كبار مليانينة ومن بعد بيش نكمل ونحطوا المقادير بتانا وصفة البريوش راهي سهلة وتحضر فيسا تنجمت عملوها اي شكل اخر غير الشكل الياني بيش نعملو اليوم بيش نعملو اليوم بيش نعملو كيكة جيتني سريعة في فتور ونقضي وبعد بيش نخرج مغزكما معايا اكيد نقضي وبعد حاتيت فانيليا اللي هني للنكهة اه حبت بيع بخميرته الخبز نحبو اني البريوش فاما اللي يحبو بالخميرته القطة فاما اللي يعملو بخميرته القطة وراه اماني ديما تعجبني اه خميرته الخبز في البريوش عارش عليه المهم حطوا عشرة جرامات نعود لكم حاتيت لكم ميتين ميلي لتر من الحليب الدافي ايز مكون دافي كان بربي سامحوني ليه غورطة بيردة ماذا بيكم تسخنوا لحي حليب شوية وعشرة جرامات خمير تخبزو زمغار في كبار مليانين مل سكر وحاتيت لها خمسين ميلي لتر من زيت النباتي كي ما عندك شزيت نباتي حوت زيت زيتونة الهنا بش نصب شوية فارينة باش نحط العجينة بتاعي تتخدم وتنجم تستعمل ايدياتك بناء تطلع لك زيتها حلوة ومزينة جزتيني كاكا حبيت نسرع في الصباح وكاو معنايا فيسع فيسع تحضر لي وتخمر فيسع بإذن الله هيا حاتينا كل ويدا ابدأت تخدم هي وصلتك هي العجينة وليت ليسقها كل وحنا معنايا متماسكة هيكية شوية اما تتلصق في يدك يلزمها وقتصب الزبدة شوفوا بالنسبة للزبدة ميزمكش تتذوبها كي ما ايني هكا ايني حطيت هكا ذيبت فيسع فيسع ما هي ماذا بيكم تكون بحرارة الغرفة معنا تبدأ رطبا وبعا حاسي لو شوفوا قوام البريوش كيفاش يزميكو ميزميش بتبيعة كي ما جينة الخبز خليها تخمر ويضاها في حجمها ومبعد انشكلها كما نحبو احنا اي شكل معنا حتى الشكل البريوش العادي المهم غطيتها بالمنديلة ورجعت لها كيكا بعد البيع ساعة مقيت هكا تنفخد خاطريني بيش نخليها تتنفخ مرة اخرى معناها بعد ما نشكلها ماذا بيكم ديم البريوش يتخمرها لمرتي غياتوا نرتاحوا من فطور الصباحة وجاينا شرسي دير رمضاء وندخلوا طول اللي كوجينا بعد العصر عاد ان شاء الله يجينا رمضاء مبروك مسعود حسي لو خرش منها الهواء ورشيت شوية فارينا وباش نعمل شكل كثفيره وبراء وباش نحشيهم بالشوكولات تنجموا تحشيهم بالمعجون بالكريمة بتاعنا الصفرة هي بيكا نتعنت شاي اي حشوة تحبها ولا بالفيكيا وإلا تخليهم بليش معني عادي ديك رطبة ومزينة بقدرة ربي حاجة بركة ما تفوتوش في وقت الخمرع حاجة الخايبة راهي في العجينة كي تقول لك مثلا تنفخها تسيية تقول خليها تزيد راهي مش بي تزيد الضرها كيكا كي تتنفخ العجينة استعمالها حسيلوا لهنا مدي تلفيرينة وباش نحلها توعى على شكلها كم مربع ولا مستطيل المهم دي ما ترد بالك يزي ما يكون شكل الضفيرة قد القلب اللي عندك قلب الكيك بش نحطوا ايني اليو مدي تسكينة وقصيتهم اكا على اربعة ولا تلاثة تلاثة اني في بيلي على تلاثة من لوه اللي حقيقة تعربي ما يجي اطفيرها جيت ليسا جيتني اطفيرها هكا قصيتها ربعة اش بش نعملها يقول خليني حطك بوها لخوتة ولي باهي اما انتم اقصوها على تلاثة اكا و جيت هكا فكل في وسطهم هكا وحتيت شوي شوكلا تا او كل كم مربع اللي قصيتو بش نشد هكا وكا ولموا بس بيعاتي كما من هكا ونسكرهو وتنجم كما قلت لكم تحطوا اي حاجة ما تحبوها حسينو بعد ما تكملتها وشكلتها خليتها مرة اخرى تخمرة تنجمو تعملوها شكل دائري وتعملوها مشكل مو ثلاثية كما العادم عليها والعويد متاع الكروة الصون شكل الكروة الصون العادي كما تحب حسين اي المهم نكمل هذو مني سكرهم ونطيبوهم على مي وثمانين في الفور ان شاء الله والمره هذية بعد ما نخليهم يخمروا منيش بش نمسحهم بالاصفر العظمة بش نمسحهم باليغوردة طبيعي وكهو وتوفى وصفة الصباح لحظر قيبتي وجيت نشوفها على الخضرة منا نلقاش خضرة ايا برا قلت خليني نمشي لها قضيات صغيرونات شوية كفلفلة مبسال خضرة تشره لخيقة وتشاهي محليها وشلا ربي يديمها نعمة وربي يجيبنا الخير والرزق في بلادنا العزيزة يا ربي امين يا رب العالمين كما قلت لكم ما تنسي وشاعد بعد ما تكمل اصفيرة متاعك وخيتي تحطها في القلب وتغطيها بالمندلة وتخليها دريجين اخرين وارجعلها ودهنها بالاصفر العظمة مع شوية كفانيليا تحط له خطر اليك البريوش يزم ريحة العظمة تكون فيوحة تستعملوا في القلبة متاعكم شوية زبدة ولا شوية معنية زبدة وفيرينة ولا شوية زيتة مش مشكل مش لازم معنية ورقة الزبدة المهم حطك هي حبة تركحة حطيتها وغطيت عليها كي من هكي وبعد رجعت لها شوية اخرى كهو تنفخط كي تنفخط وقتها بسحتها باليغوردة الطبيعي يعطيها كاللون مزيين ونكها زيدة بنينة عالش ليه فما اللي يرش السكر من الفوق فما وانتي عندك حرية الاختيار عبش نوري هيلكم بعد ونقص هيلكم وشالة جربوها وتكلوها بالصحة والفرحة يا ربي اشتركوا في القناة ونحن هنا وصلت المرشي حمام سوسة بش نقضيها كا قضية صغيرة كي ما قطيك ومش قضية كبيرة مش معني قضية رمضان ولا ليه اني وفيت لي الخضرة وبره كيتو في لي الخضرة لحقيقة يا نمشي بحذية في الحومة ولا نهبت المرشي متى حمام سوسة واني اخوها كحوجة كتبدة فرشكة ومزيينة اه ما شاء الله عليك السلق واكل مع الدنوس والنعنيع وكل شي محليه يبدأ اه خليت تاكية دوباماريت ومين مشيت مشيت لك الربطة برودو محليه اني نحب البرودو لحقيقة يا جبني اه خليت شوية سلق مع الدنوس بسال الفلفل خليت فلفل بزيد لحقيقة اه قلت خليني نعمل السلطة بشوية ان شاء الله في رمضان ان شاء الله حضرة هي لولا وبعد روحت للدار كي ما قلت لكم ايش بيش الطيبية سندس دي ما نعمل خمسة في الزيسي نقول خل نعمل حوجة جارية منها للفطور ومنها للعشي احنا مش عويلة كبيرة توا حاليا معني اين يسارة وبوها كهو اه قلت نعمل ترايفة كبرودو وعندي بعد الحم مش نشويه وشنو اي خلو عملت معها سليتا ويا فضل فضل خيريت وبركة يقول لي فطوروها شي بسراحة اه المهم قصيت كي ما تعرفوا الخضرة بتاعنا بتاع البرودو اللي تبدى موجودة في الربطة بطاتاس في الاريا اه كل مش اللي تصلي واش يقولولو الاخر فنسيتو المهم مو كلافسوا مادنوس وكلو عندي ترايفيتة كدجيج مقصوصين معنيها ترايفيت حتيتهم في وسط الكروينة معاها ولو فيح متاع البرودو وما منكثرش فيه برشة وفيح نحط الفلفل احمر فلفل اكحال والملح اكاها ومنحطش برشة حاجات نحب نكهة الخضرة هي تبدى ساطعة في وسط البرودو وليزم البطاتا ايني نحب البطاتا فما اللي ميحطش البطاتا اراه المهم باش نفوخه ومنحطش زيدة تماطم فما اللي يحط تماطم ماجونة ايني ما نحطش نحبو هكا يبدلون وفتح وكهو باش نوريكم تتبيلة مزينة زيدة للحم حملتها ان شاء الله تعجبكم زيدة وكل عادة ديما الحاجة الحارة ديما معايا اللي ميحبش الحار ما يحطش حتيت فلفل اك اشيح مهروش وزيت حتيت فلفل احمر فلفل اكحال وملح كهو الهني بالنسبة اللي عندها صغيرات وإلا حتى لها هي معناها ايني كنصيحة معناها في البرودو وإلا في اي حاجة جير يحطوا العدس العدس متكفرش برشخة ان بعدك يتعصد في وسط الامرق حاولوا حطوا هكا رش ورشين في بلاست الشربة العدس ابنوا اوفحوا انفع بتبيع حتيت زيت زيتونه اكيد وبش نمرقوته في المياه ونحطوا يغلي على رويحته صحيفة من هذيكا خيريت وبركة كلها منفع وقوة باي شو مش نعمل اخر عادة ملكم تعرفوا لازم احويجة يسليتا اه شي واحد يجوا عبرودو تعريجي لازم عملت سليتا مزيين عملتا بس في الميريا بش نوريهي لكم من بعد وبش نفوح زيتا الحم 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 اليوما حبيت نعملو تتبيله احنا نقولولو فوحو نعملو خلطة مزيينة ان شاء الله نجربوها عليش لي اه فيها برشة مكونات اه كين الحم العلوش بيناتنا بصراحة من اه كي ما نقولو من فوحو كين بالملح وشوش لك حل نحب نقهة الحم برشة اكثر من نحط له قفحات معناه بالنسبة هذية بقري له الحم هذية بقري مثال شنفوحو هذية نعملو هكا خلطة مزيينة وبعني هاي يولي بنينو وحلو المهم اول حاجة بش نبدا بيها شوية ملحو في الفلك على هكا ونخليهم بعد نحضر اي حاجة عندك مثلا رحات الحم مكسير حتى المكسير تنجم تحطها علش لي متعجوه خاطبش نحطو طمطومة ويترحاب اول حاجة بديت بنص رأس بصل مش رأس كامل على خاطر ما عنديش برشة الحم كي ما شفتو انتي وحاس بالكمية شوية زنجبيل شوية تونة زنجبيل رهو مش برشة زنجبيل كت كثر منو خاصا الفرشكي عشون كولو احنا يسيب برشة قوة في نكهته هي سرقوية حطو ترتوفة صغيرة وحتيت سنينه ثوب وحتيت تواكيبه تمتومه بشيو في حذية بالزعتر بهي قصيتك الكيبتت ماتمو حتيتها في وسطهم غاديكا وبش نرحيهم وعندي زيدا نعنيع اخضر بش نحط زيدا في وسطه وإلى نعنيع شيح كين عندكم الزوز يمشيو هذيك الزعتر الي حتيته وشوية بركة فما عسرة قارس دي ما عندي مشكلة في التصوير أعملوا عسرة قارس وإلى وإلى من المستحسن مغرفة صغيرة خل إني عملت قارس والخل ما عندي شو فالي حتيت ترايف نعنيع ومبعد رحيتهم هذو من الكلمة بعضهم وزيت زيتونة حكار مغرفة حت شو برشا كين ما عندكش مش ما عندكش يا ربي شالا يكون عندكم الخير والبركة أو تنجم تعوض الزيت بالزبدة اللي تحب الزبدة معناه تحط كيكة تاير مغرفة المهم ترحي هوا إلا تحطها كيما قطلكم في المكساب عادي زيدا يترحالك بقدرة ربي ووكاها وتحطها في وسط كل الحم وقتش الطيب هوم وطيب هوم وقت اللي يقرب وقت اللي قاعدة بيش تقضوا على التاولة تفترو وقتا شوي هوم خليهم يشبعوا بالوفيح ويشربوا بكل الحم لوفيح الكل وصحة وفرحة شلاكة تجربوها على شليحة فيش هرسي دي رمضاء كفئة كيع شي معنا يخفيف مع سليتا وكاهاو هنا يقيت وهكا نقص شوية زيت له ضربة أخرى وكاهاو هذية مع الحيمة بش نعمل سلاة تسفنيريا معها شوية معها شوية تماتم شوية بسل فوحتها وشيختها هكية وطيب تلها عظيمة وزينتها هتها وذيته بش نحطها على الحم وكاهاو كما نقص أما أهم حاجة إنك تخلي الوقت معنيها مصباح تحضروا هذية إن شاء الله فيش هرسي دي رمضان علشي كل حاجة تفوحها فوحها مصباح كان الحم كان الجيش أي حاجة بش تشويها بش تعملها كف الفور أعقوم مصباح وقول اليوم بش نطيب مشوية يعني اليوم بش نعملها في الفور يزمني نخرج الجيش ونفوحه ماذا بيكو مش تجيو معنيها بعد العصر وقليه لي ماذا بيكو مصباح كتقوم خليهم ونفوحي نمريك لين وتدخل الكوجينة وانتي مرتاحة معناه يعني ديما الحقيقة كما تعرفون تعرفون يا مالي وستنسوا بيا ديما نقول لكم مروا باسلة العصر ديما ندخل الكوجينة نبدأ في الشربة متاعي نبدأ في اللفاف العشيين حضر في عقلي اما كي تبدأ عندي تدبيلا متاع هكا الحم ولا جيش مصباح كنقوم نحذرهم فهمنا؟ اي المهم ان شاء الله جينا مبروك مسعود ونبدأوا ديما فرحانين وراضين زيادة باللي عنا وباللي عنا موجودا طيب ونصنفوا معنيها متحيروش قدرة ربي ربي هبط بركته في كل دويرة المهم تبدأ انتي قنعة مش كيكو برا كي تبدأ انتي راضية وقانعة معنيها باللي عندك وموجود في الدار وديما هكا تفرح بالقفيفة اللي عندك ربي هبط بركته ورزقه إن شاء الله حصلوا لهني حتيت شويتونة زبدة في المقلة متاعي مش برشا شويتونة ومجيتها ندوب الليش معنيها راوذية خطروا كما تشوفوا فيه رهيف برشا فيسا فيسا ها كما يتيب البرودو ساية طاق وفي الأثناء اني وقتها الحقيقة بين الفطور وبين الدار اني وقتها مخرجة زرابية مخرجة معنيها الدار اللي كلها مخرجتها البر وليوم نهارة تنظيف السالة كان بلنا الدار الحمد لله اذي كسليتة اللي قطلكم عليها بسفنيريا والبسال والطماطم وملح وفلفلاك حلو زيت زيتونة وحسرها قارس وهذية هو الفطور صحيفة برودو والحمام شوية شاء الله يا ربي في كل دويرة يبدأ فيها الخير والبركة والرزق امين يا رب العالمين شاء الله ديما فرحانين شاء الله ديما يا ربي هكا متفرهدين الناس القلب عاي ندخلو للسالة نوريكم منين بديت لنوفيت اذي يا سيدي اول ما دخلت للسالة عاي بش النفسية تبدأ متفرهدين نقلبو ونشاق البو اقلبت بلاسة البوفي هي بيكا حتيتو غادي بحث الشباك رجعتو كما قبل شيت ما ديت البوفي متاع الوسطية وحتيتو هونية في السالة تحت التالفزة عاي بدينا لهنا فش بيبك اوزر ايني رهني كل تركينا اننظفها ونسيقها ونرجحها كما البوفي كما شفتوه وهذيك البلاسة هيكية حكيت لها حيتها ورجعتو دوني مشي للجزء الثاني الجزء الثاني اللي قاعدين شوهو فيه هو السالة جبت السالة قصلت شبيبك سيقتو وحكيت للحيت اللي عاشنا بيت الكل ومنحينا الغبرة وكل شيء والماء اللي يخرج من السالة نخرجو للفيراندا كملت السالة متاعي ورجعت كل شيء لبلاستو إلا بتبيع مكم تعرفو قاعدا نبدل في الموسي وخيتي ان شاء الله يشيني بركة برمضاء كي ذنوبي بشنو قد كي كبلش مبارب اما شاء الله يحضروا بركة تبدح وجهة مزينة ميسيلش كان واخرت المهم كي تكمل السالة نوريها لكم حسيلو هني عملتو قلبتو شاقلبتو شرايكو ما كدتو حافلكو اللي اغسلت معني نظفتهم وكل شيء نحيط الغبرة وهذه هي الوصية حتيت فيها كل بنايكو زينتها هكية وكل شيء عربي في عربية كي ما قاعدين نشوفو معني حتى مزر بيه نقصة كين التبخيرة وكهو حتيتك التبخيرة ومتنسيوش هكي البخور العزيزة اللي جاني من دبي من عند احلى متابعة ان شاء الله ربي يحفظها وبرك الله فيه ريحة فيوحة ان شاء الله فوح ريحتها وفوح ريحت الناس الكل وعلى امت سيدنا محمد اجمعين يا رب العالمين هكا هوني بشي الحظرة الكويس تاي متاعي بعد بالدار نظفت وريحتها ولت فيوحة كمانيها ارتحنا ارتحت عالسالة وعالشبيبك كل مرة نعملو ببيتها بيت سالة سايا كيب لا بيتي كيف كيف بانا كل مرة نعملو ببيتها ونهملها شبيبكيتها ونرتح عليها رتبت هنا وسكرت بديت نسكر سايا في الشبيبك بنمشي نحذر الطبيق انتاعي ونقض على روحي دكدقت اسمع ولي نكلمها ما شاء الله الحومة كاملة جيريني لكل الزرابين بارل الناس كل تسايا غليك هوا احنا احنا كيك نعبلو على فرحتنا بشارسي ديرو نضافة تبدو دهرنا نظيفة ان شاء الله يا ربي يبدأ فيها كل شي الخير والبركة والملايكة تصول وجوه في الدويرة ديما نسميه بسم الله ونصليه على سيدنا الفريزي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ان شاء الله ربي يعطي القوة للناس الكل ويعطيكم السحة يا لبنات كيفاش تنظفو كيفاش اللي هذي تقولي شنو عاملته اليوم ان شاء الله ربي يحفظكم ورب يرزقكم من بيبه الواسع امين يا رب العالمين المهم توا بشر خليكم مكا هو يزي فيها البركة اه ذي هو انهاري حبيت نشارك معاكم عليها اه كل شي شو عملت في انهاري شنو طيبت ونمشيت شنو ننظفت ان شاء الله ديما المهم نبدو فرحانين وربي ديما علينا الفرح ومبروك التونس ببروك التونس الكورة ان شاء الله يا ربي بالنجاح سيد عليش ليه ان شاء الله ديما ننفحكم ديما فرحانين المهم انتو مزيدة ديما تطبقوني وديما شرجوني بتهليقاتكم الحلول اللي نقعد نستنى فيها اكيد واكل لايك المزيين على كل ويديو انهبته بارك الله فيكم ربي يخليكم ليه الناس الكل وان شاء الله كل عام وانتو ما حيندخير كل عام وانتو ما فرحانين بسلامة باي باي اشتركوا في القناة